النمل والصرصور كان الشتاء قاسية فدخلت كل الحيوانات إلى أوكارها لتعيش في دفء وسعادة ولم يبقى إلا الصرصور ينتقل من مكان إلى مكان عسى أن يراه النمل فيعطف عليه ويمنحه بعض المؤونة لكنه لم يقل للنمل شيئا بل ظل محتفظا بكرامته وانسحب إلى وكره مرتعشا متمنيا أن ينقضي هذا الفصل بخير راتيا أن ترى عينه بدايات فصل الربيع لكي يغير من حياته ويتخلص مما هو فيه الآن من برد وجوع وهذا ما حدث ما إن دخلت أشعة شمس الربيع الدافئة لتلامس جناحيه حتى نهض ينظر حوله في سعادة ويطل على المروج فيرى أصدقاءه من الحشرات في عيد خاصة النمل الذي حرمه من حبات القمر في الشتاء فأعطاه بذلك درسا لا ينسى دار حول نفسه عدة دورات وسارع لبدء العمل فورا من أجل الشتاء المقبل فمن لا يدخل يذوق طعم الجوع والبرد هكذا علمه النمل في هذه السنة خف إنتاج النمل لأن أغنيات الصرصور ما عادت ترافق عمله فعقد اجتماعا برئاسة ملكة النمل وأسألت وفدا إلى الصرصور ترجوه أن يغني ليبث النشاط في حركة النمل وتقدم له بالمقابل طعاما لكل الشتاء وافق الصرصور وصعل إلى أقرب شجرة وبدأ الغنع وراح النمل يزداد نشاطا وهكذا كان يعمل كل يوم في يوم من الأيام خطر له أن ينام حتى الظهر ليتمتع بأشعة شمس وراح يتقلب بسعادة يمد يده تارة ورجله تارة أخرى وفجأة سمع صوتا عاليا لقد كان صوت حارس من حراس الملكة يقول بدأ العمل منذ الصباح وأنت نائم هنا ولا تغني للنمل أتطمع أن تعطيك الملكة طعام الشتاء الجزاء نومك سار صرصور مع الحارس وبدأ يغني وهو لا يرغب في الغنع في إحدى المرات أراد أن يغني أغنية خاصة به لكن ملكة النمل أمرته أن يغني غناء العمل فقط حينئذ قال الصرصور أنا لست عبدا لها فقال الحارس بل أنت عبد وعليك أن تنفذ ما تريده الملكة منك أنا سيت أننا نقدم لك طعاما يعادل طعام عشر نملات قفز الصرصور من فوق الشجرة ولم يقف أمام الحارس ذليلا خائفا على طعامه الشتوي وصرخ بأعلى صوته أنا لست عبدا لملكتكم غنية أغنيها متى شئت وكيف ما شئت أخبر ملكتك أنني أعرف كيف أجمع ماءونة الشتاء وأنني لا أريد منها حبة واحدة وصعد إلى الشجرة ليكمل أغنيته الخاصة ترجوالسي ترجمة نانسي قنقر